كفاح حتى الاستقلال من سواحل عدن حيث انفجرت أول قنبلة في وجه المستعمر في العاشر من ديسمبر 63 القنبلة أودت بحياة جورجو هندرسن مساعد المندوب السامي البريطاني وجرح عشرات الضباط وكبار عناصر الاحتلال بمن فيهم المندوب السامي وكانت إذانا بانطلاق مرحلة جديدة ومتغيرة من الكفاح المسلح في عدن حتى توجت بالانتصار في الرابع عشر من أكتوبر 63 لتتلقفها هامات جبال ردفان التي شهدت تشكل أول جبهة للمقاومة وخاضت ثورتها المسلحة ضد المحتل والتي شهدت أول انهيار في صفوف البريطانيين لتتصاعد حركة الكفاح المسلح التي خاضها أبناء الجنوب اليمني وسجلت تاريخا ناصعا بالبطولات ومضرجا بدماء الأحرار لتشكل هوية العلم اليمني محروسة بمبادئ الثورة وكفاح رموزها الأبطال لتتوج في الرابع عشر من أكتوبر اليوم الذي أريقت فيه كرامة المستعمر وقدم فيها ثوار الوطن أضحية على طريق الحرية إنها الذكرى الخامسة والخمسون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد يعود اليمنيون ليتذكرون رموز الثورة ويتذكرون روح أكتوبر فقد كانت معركة تحرير وطنية انتهت باستقلال الجنوب لينتهي بذلك عهد الاستعمار الذي احتل عدن لمدة 129 عاما ما حدث في جنوب الوطن منتصف ستينيات القرن الماضي لم يكن مختلفا عما سبقه من أحداث في شماله فقد كانت القوى الوطنية حين ذاك في شمال الوطن وجنوبه تعمل وفق مصير وطني مشترك لتخليص اليمن الكبير من كهنوت الإمامة وبراث المستعمر ليكتب التاريخ فصله الأخير بإرادة شعب آمن بحريته وقاتل من أجلها